دايماً الموضوعات الكبيرة الحساسة لازم يبقى معنا الدكتور سامح أنا اللي بتشرح بيكي والله دايماً تسلامني يا رب ربنا يخليك يا رب مفهوم الصداقة يعني خلينا قبل نقوله بالشكل الرسمي يعني إمتى أقول إن البنت دي صاحبتي بجد وإمتى الراجل يقرر إن ده صاحب عمره اللي يبقى معاه في كل طريق حياته تمام موسي هي مبنية على حاجات كتير قوي طبعاً يعني سواء الرجال أو ستات أو راجل مع ست أو أيان كانت يعني يلاقي الصداقة مبنية على الألفاظ بتاعتنا القديمة اللي احنا تربينا عليها الجدعانة يقافوا جنب بعض في المحن أو في الحاجة اللي هي الشدة مش في الفرح بس أي لأن دايماً بنلاقي صحاب موجودين في الفرح عارف ما أنا وإنتي صحابه موجودين في الفرح بعض أو في مناسبة حلوة لكن أو لما تحصل لك مثلاً بعد تشرع عن أي حد تعبانة أو مرض حاجة حزن ما تلاقهوش اللي هو صحاب الأعداد الحلوة اللي هو طول ما فيه فلوس وطول ما أنا بعزم وطول ما أنا أصحابي حقالي وبنسافر ومبسوطين والدنيا حلوة جداً أول ما تلاقي مثلاً إيه لا ده أنا والله جالي ظرف وزنعت في الفلوس إيه ده؟ طب خمس دقيقة أكلمك حقاً عارف اللي هو تعبان عندك ظرف فعلاً في فلوس مثلاً في حاجة وشغلك وقف مثلاً فترة الماء ولا حاجة لا ما فيش حد خلاص تلاقي تلفونك ما بيرنش حاجة غريبة أو إنسان جداً يعني معيني ممكن تلاقي الراجل ده طول الوقت جدع مع صحابه كريم مع صحابه وبيعزم وبيقف معاهم في موت تلاقي واي في عزة في فرح تلاقيه هو اللي بيوجب أول واحد في الفرح لكن ليه فجأة الواحد بيحس إيه ده؟ كل السنين دي أنا كنت فاهم أنه دول صحابي ومبوض صحابي أه أيوة بالضبط أنت لسأيله هارفها المشكلة فين اختارتي من الأول غلط أنت اختارت من الأول غلط هي الفكرة كلها أن أنت حسيت أن دول صحابك وفضلت عايش كده أو واحدة ستة برضو يعني أنتوا حسين أن إحنا صحاب قوي لكن المواقف دي هي اللي بتبين المواقف الصعبة نحن نعلم عليه مواقف صعبة عمد حزن بقى فلوس شغل أي حاجة فيها ضرر ليك أو لما تلاقي نفسك وقعت هتلاقي دول مش موجودين للأسف هتلاقيهم بدأوا العدد يقل ولذلك هتلاقي دلوقتي على السوشيال ميديا دايما فيه اتجاه شوية للبوستات اللي هي بتاعت إيه الندالة الندالة أيوة بالضبط ما فيه صاحب يتصاحبه كل الأغاني معقولة كل الأغاني طالع على المهرجانات كلها بالطريقة دي حتى الأغاني برضو اللي هي اتطارة بالجميلة اللي بنحبها فيها أجزاء كده كبليات كده عن الموضوع ده